اذا مشاهدين اهلا بكم من جديد وشكرا للدكتورة رولا محسن على هاللطائف الجميلة اللي بتقدم لنا اياها يعني مشاهدين كثيرة هي الاساليب والانظمة اللي بنتبعها في تربية ابنائنا منها ما يكون مبني على اسس سليمة وتكون تربية صحيحة ومنها ما يكون للأسف خاطئ وأساليب خاطئة لكن كلها على الغالب بتكون نابعة من حبنا وحنالنا على اطفالنا فبالتالي من الضروري مشاهدين اننا نتبع اساليب صحيحة وانظمة صحيحة مبنية على اسس علمية وأساليب ذكية لنربي ابنائنا حتى انه يكونوا ابنائنا قرة عين لنا باختصار لأنهم هم راس مالنا بها الحياة وهم استثمارنا هالموضوع مشاهدين جدا مهم الناقشة عشان هيك ضيفتنا لليوم هتكون الدكتورة أو الأستاذة إن شاء الله يا رب بتكون دكتورة قريبا الأستاذة أماني أبو علي مشرفة في قسم التطوير وضبط الجودة لمنهاج تفكر مع النوس وهي مدربة مهارات تربوية وسلوكية ومشرفة برامج وأنشطة تربوية وتعليمية وقيادية إذن إحنا وصلنا يا أستاذ أماني الله يسعدك حبيبتي ترفع الله الله يسعدك شكرا كثير على هذه الاستضافة الطيبة والله يجزيكم الخير يا رب والله ينفعنا وينفعكم يا رب يا رب اللهم أهمين إذن أماني يعني بنا نقيم أستاذة ودكتورة وكله وبدنا نحكي هيك نكون عمليين عمليين وعنبساط الأحمدي بالصد أماني يعني زي ما قدمنا أكيد الكل بهم ويربي أولادهم ما في حدا بيحب إن أولادهم يطلعوا مش مربيين لأنهم أول إشي حيتعب فيهم هو الأم والأب حيتعبوا معهم صحيح فبالتالي اتباعنا لأساليب التربوية صحيحة سليمة ذكية حتريحنا بعد هيك وحنجد أبناء فعلا زي ما إحنا تمنين صحيح فعندنا شيء يسمى التربية الذكية مفهوم جديد نعم هو مفهوم هي مسميات لكن نحن يعني إحنا كتير بحاجة إنه دائما نظل نطور معلوماتنا وأساليبنا وطرقنا وخطواتنا نحو تربية أبناءنا يعني بصدق زمان كانت صحيح التجربة والعفوية والأساليب اللي هي بناء على خبرة سابقة لكن في الوقت الحالي لا تنفع مع أبنائنا لهيك إحنا منلاقي في مشاحنات بين الآباء والأبناء كبيرة صحيح ومنلاقي في مشكلات بتتعرض للأهالي لأنه مش بس الأم والأب اللي عم يعني بناطحوا بتربية أولادهم لكن في فجوة في المؤسسات التربوية ما عم منلاقي الناس اللي بتساعدنا بهذا الجانب يا إما منلاقي مؤسسات مادية بحتة أو منلاقي مؤسسات أكاديمية بحتة صحيح 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 يعني إحنا الآن أمام تحدي كبير إنه الآباء والأمهات صار عليهم لود التربية ضمن الأساليب الحديثة اللي بتتوافق صراحة مع كل التحديات صحيح صحيح صار شيء كتير مهم صحيح وبالضرورة نعرف شو الأساليب وشو المهارات اللي نتبعها مع أبنائنا ما بنفع نقول إحنا تربينا هيك طيب لش هم مش زينا صحيح لأنه إحنا ربوا أبنائكم لزمان خير زمانكم فشو هالمهارات والأساليب اللي ضمن هالتربية الذكية أكيد الموضوع واسع آه هو واسع وكبير بس بداية خليني أحكي شو هي التربية الذكية التربية الذكية هي هو نظام مبني على قاعدة تربوية إحنا بنعرفها من زمان اللي هي أو قاعدة أو مقولة أو حكمة ما بعرف إش بالضبط هي الوقاية خير من العلاج نعم إنه نحنا نتعامل مع أولادنا قبل حدوث المشكلة يعني نحصن أولادنا قبل ما تصير فيه مشكلة أصلا إذن يكون عندنا بعض نظر شايفين شو المشاكل اللي ممكن يوقعوا فيها بالضبط وممكن يعني نشوف شو الواقع اللي موجود عندنا وأكيد إحنا أولادنا رح يتعرضوا لهذا الإشي فإحنا لازم نكون مستعدين فحتى نكون مستعدين لابد إنه يكون فيه عندنا خطوات ما قبل حدوث المشكلة صحيح وهاي الخطوات اللي هي الأساليب والوسائل لابد إنه يكون فيه برامج تربوية وأنظمة موجودة وقواعد في البيت قبل ما تحدث أي مشكلة طبعا كل مكان العمل من الصغر كتير أفضل من الكبر لكن هذا لا يعني إنه إحنا نحبط إذا أولادنا كبروا لكن بدنا صبر وبدنا يعني جلد وبدنا نثبت على الإشي اللي إحنا بدنا نغيره على السلوكيات اللي إحنا بدنا نغيرها بدها صبر وبدنا صبر في النتائج يعني ما نستعجل النتائج طيب أماني هلأ إحنا الأم والأب بدهم يمارسوا أو يربوا أبناءهم تربية ذكية شو الأشياء اللي هم لازم يتكون موجودة عندهم عشان يقدروا يقوموا بهذا الدور هل المرجعية مرجعيتهم الدينية والفكرية والثقافية والعلمية وخلينا نحكي حتى خبرتهم بالحياة مهمة جدا في هذا النوع من التربية نعم هو لازم يكون فيه توازن وأصراحة يعني أول خطوة للأهل العلم يعني معلومة اليوم مش زي علم معلومة مبارح سلوك اليوم مش زي سلوك مبارح فإحنا كتير مهم أنه يكون في عنا أسس علمية منهجية حتى نمشي علشان نكون واثقين أنه النتيجة اللي راح تطلع هو فيه نتيجة أما أني أنا أمشي على تجربة ممكن تزبط معي ممكن ما تزبط معي هذا وقت وهذا عمر فإحنا لازم نستفيد من الوقت ومن عمر هذا الإنسان اللي بين إيدينا لابد أن يكون فيه علم ثابت راسخ طبعا العلم يؤخذ من يعني بأكتر من طريقة ممكن فيه أشياء مسموعة فيه كتب فيه لكن لازم أضل أواكب قل هل يستوى الذين يعلمونه والذين لا يعلمونه لابد أنه فيه دورات فيه كتب فيه مسموعيات وسبحان الله يعني حتى فيه دورات موجودة بتسمعيها بتدلك على الكتاب بتقرئي هذا الكتاب الكتاب بتدلك على إشي تاني وهكذا فكلما الواحد يعني أنا لهلا بتعلم أشياء يعني بظل أقول ومنخطأ مع أولادنا لكن منظلنا نحاول نقلل نسبة الخطأ في تربيتنا لأولادنا طيب أماني شو الأساس في التربية يعني إحنا شو بداية الإشي اللي بننربي أولادنا عليه وننطلق منه لباقي يعني الأنواع والأساليب من التربية أهم 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 نقطة إنه الولد يكون ماخد عن نفسه فكرة ومعتقد إيجابي يعني إحنا لما الأولادنا بتصرفوا سلوكيات مزعجة خاصة وهم صغار صحيح ويا إما بصير يفعفت أو بصير يكبكب أغراضه أو ما بده يضبها أو بعصب أو بعصب هاي السلوكيات بتطلع عفوية من الولد هلا هو مش عارف لشو عم بيعمل هيك هو فيه أسباب كثيرة ممكن مو عارف يعبر ممكن بده يلفت نظر ممكن فيه أسباب كثيرة لكن كل ما أنا أعطيت صورة إيجابية ومعتقد إيجابي لهذا الطفل كل ما صار فيه عنده ثقة بنفسه أعلى كل ما رفعت ثقة أكتر كل ما صار عنده حب لنفسه وحب للآخرين بصير يحب أمه بصير يحب أبوه فبصير يستجيب لكل توجيه بصير يستجيب بسهولة طبعا مش لكل الأشياء لكن عشان هيك لازم نظلنا مواكبين ولازم نظلنا شغالين على نقطة نقطة من إحدى الأساليب في التربية الذكية أنه إحنا نحدد سلوكيات معينة إحنا شايفينها سلبية شايفينها بهذا الطفل أو بهذا الإبن بحدد طبعا حسب العمر ممكن يكون هلأ هي التربية الذكية بتناسب الأعمار من ثلاثة فما فوق يعني بيبدأ الأم والأب بتحسين وتعديل السلوكيات فحسب العمر لهذا الطفل أو هذا الإبن بنحدد السلوكيات المزعجة عددها مثلا من ثلاثة إلى ثمان سنوات نحط مثلا تقريبا خمس بنود ما نكتر أو أقل من عمر تسع سنوات فما فوق نحط عشرة أو أقل السلوكيات بدنا نعدلها بناءا عليها بناخد هاي السلوكيات ونبدأ نشتغل عليها ضمن برامج وأنظمة وقواعد تنحط مع الولد بمشاركة أو بدون مشاركة مع حوافز ومكافآت ومخالفات إذا أنت خالفت وكده لكن الأصل في الأهل الثبات على الالتزام في هذا البرنامج ومتابعة هاي البرامج ما يتهاونوا فيها هذا شغل صراحة صحيح يعني شغل عميق وشغل بيستاهل إنه إحنا نتعمل لأنه بدنا نشوف ثمرة صحيح يعني التربية مش شيء هيك جاي بالضبط على السبحانية إشي بدي يكون مدروس ومخطط ومتابع طيب أين تجد الأم والأب كل هذا الوقت وين يلاقوه عشان يمارسوا كل هالبرامج ويرصدوا السلوكيات الخطأ وهم في أعمالهم وفي أشغالهم وإذا روحوا على البيت على التليفونات يعني الموضوع بده موازنة كل صراحة أسرة هي قدرة بوضعها بس الأصل الأولوية طول ما أنا قبلت على نفسي الزواج وقبلت إني أنا أجيب أولاد فأنا مسؤوليتي الأولى هي الأولاد مش إني أنا أجيب الدخل يعني الأب هو المسؤول الأساسي الأم هي دورها بمساندة الأب لكن مش هي دورها الأساسي إنها تطلع دورها الأساسي تكون فعلياً تجلس لأولادها لحتى تطلع معهم يعني أنت بتخليل لما تعد مع أولادهم صغار وتربيهم على نقاط إيجابية قديش رح تحصل بعمر خمس سنوات كم هائل من السلوكيات الإيجابية لإبنها وكم هائل من النظرة الإيجابية لنفسه الولد صحيح فما بالك لما يطلع ستة سبعة تمانية تسعة بعدها هروح يشتغلي أعملي اللي بدكية صحيح طب أماني يعني ممكن إنها الأم الآن بناء على إنه صار زي ما تفضلتي إنه عمل المرأة في الخارج البيت صار شيء تقريباً واجب يعني نتيجة الظروف الاقتصادية ممكن الأم بذكاء أو بأساليب ذكية تستغل وقت وجودها أو هي كنموذج في حياة أبنائها وهي وزوجها أو أثناء توجههم معها إلى عملها وهي بدها تحطهم في الروضة أو في الحضانة أو في المدرسة هاي الفترات تستغلها بذكاء طبعاً بحي تتبع أساليب تربية طول ما في خطة ماشية عليها بتنجح حتى لو كانت بتشغل 8 ساعات في المدرسة يعني عليك يعني في أمهات قادمة بالبيت ما في نتائج صحيح في أمهات عاملات بس في عندها النتائج لأنها عارفة شو بدها تعمل صحيح في أمهات قادمة بالبيت بس عارفة شو بدها تعمل ولا عارفة شو بدها تبدأ إذن هي المعرفة والتخطيط نعم والعلم نعم طيب إحنا يعني دائماً نقول عن موضوع النموذج الإنسان النموذج لأبنائه والقدوة لأبنائه فهذه النقطة بدنا نركز عليها كتير يعني أنا لما بكون قاعدة في البيت والأمور متوترة بيني وبين زوجي والصوت عالي وبسمع على التليفون للناس كلام وبيسمعوا أولادي ممكن إني أكذب ممكن إني أعمل شيء يكون يعني أبداً يتناقض مع القيم والأخلاق أمام أبنائي وبالتالي بقول أنا بدي أخذ أسليب تربوية ذكية أربي فيها أولادي إحنا أماني يعني بدنا نأخذ استطلاعاً نسمع رأي الناس بهذا الموضوع ونرجع نكمل بناء على نسمعه إذن مشاهدينا خلينا نشوف سألنا الناس بالشارع حول الصعوبات اللي بيواجهوها في التربية في تربية أبنائهم نشوف شو جاوبوا والله بالتدريس أكثر إشي يعني وأيام يعني ما في مكان آه والنت هاي بصور يعني مشكلة يعني كثير الصغار يعني حالياً متعلقين بالتلفونات وبالنت يعني أبنائي الحمد لله كبروا وتجوزوا ضل عندي تنين الله يسر أمرهم ويرضى عليهم هس المشاكل بتواجهني من وراء أحفادي أحفادي بيغلبوني زي مثلاً ما بردوا هو كل الجيل هيك وش بس سمي بطلع على غيرهم نفس الإشي الله يهديهم لدراسة للتلفونات بص هاي المشاكل اللي بتواجه أي واحد طبعاً الكل بواجه مشاكل مع أبنائه سوق التحصيل الدراسي مشاكل كورونا كثير أثرت على الصعوبة صار عندهم صعوبة بالتعلم عندنا مشاكل الإنترنت هذا كثير يعني بيأثر عليهم وضغوطات النفسية للأطفال يعني صاروا يعملوا مشاكل تفكيرهم صار أكبر منهم يعني الأغلب عم يشكي من موضوع التعليم وصعوبات التعلم وفي الحجة اللي حكت عن أحفادها هاي والله بدنا نحكي في الموضوع صراحة كثير مهم لأنه صارت البنات والأبناء يحطوا أولادهم عند جداتهم فبالتالي صارت الستة تربي والجيل هات غير جيل اللي ربته والأسليب اللي تبعتها زمان ما تزبط هو الموضوع الأساسي في التربية هي الأم لأن الجدة يعني خلص يعني مش وضيفة عاصة عمرت وربت وهلأ هي فرصتها تقعد يعني تختلي بنفسها أو تقعد ماشي هي ممكن تقدم رعاية لهذه الأحفاد نصيحة رعاية لكن ما بتقدر تقدم التربية أو الأوساليب التربوية ما رح تقدر تقدمها لأنه هي أول إشي تيتا والتيتا دايما حنونة وبابي هوني لها في أحفادها صحي مش زي الأم ما تكون حازمة بزبط مش زي الأم اللي أصلا نظرتها يعني أبعد شوي هي يعني لما تمنع ابنها إنه يأكل مثلا هلأ إشي زاكي خلينا نيجي على مثال بسيط كتير لما تمنع ابنها يأكل إشي زاكي لأنه أكل أربعة قبل صحي تيجي التيتا حرام مش مشكلة بس هي لما تكون عارفة إنه هذا الإشي يعني يعني ما هو أنا اللي رح يعني لما بيمرض من رح يقوم فيه أنا صحي لما بيتعب من رح يقوم فيه أنا و هكذا فالفكرة إنه نظرة الأم وحزم الأم يختلف عن حزم الجدة فهي أصلا الجدة هي تقدم رعاية يعني هي رح تهتم فيهم ما يمسكوا إشي خطر تقدم لهم الطعام تقدم لهم شراب تقدم لهم إنهم يناموا بس ما رح يكون جانب التربوي هو يعني عند التيتا أو عند الأجداد لأنه هي مش دارهم ما رح يتمون يعني هؤلت بيضلوا أحفادها ما رح يهني لها فيهم وكل أماني عم يشتكي من موضوع التعليم يعني ما بعرف كأنه الناس بطل موضوع التربوي يفرق معاها كثير صار المهم إنه ابني يحصل نتيجة ابني ياخد شهادة ابني مش مشكلة يكزى بيمد إيده يضرب يتنمر مدارس بالضبط التنمر يعني صار المهم بس يعني ابعد بس أنا بالضبط ويضربك أضربه ويضربك أضربه وليه كل هذا خلل في التربية لأنه بس منركز على شغلتين أن يكون مبسوط ومدلل ومرفح وجايب نتيجة منيحة وجايب نتيجة أكاديمية طبعا هلأ ليه المشكلة اللي أنا سمعتها إنهم بيقولوا الأجهزة والإنترنت والمشاكل التالي طبعا ما هو إشي بيسلي أمن الدراسة بدها مجهود صحيح بده يحفظ وبده يستعمل عقله بده يركز أمن الأجهزة بس هو عم بتلقى ومرتاح منطقة راحة صحيح والصورة السريعة والحركة السريعة والحركة السريعة والمشاهد واحد ورد تاني واحد ورد تاني والإعلانات اللي بتطلع يعني حرب بتحسي إنه بيدخل العقل هذا الإنسان فإذا ما كان عندي أنا ومحددي أوقات معينة ما نحرمهم لكن نحدد أوقات معينة ونحط برامج هاي البرامج فيها إنجازات وشوف هو إنجازاته فيها وبنفس الوقت برامج تعديل سلوك أو يعني نتخلص من السلوكيات المزعجة لحتى نحط بدالها سلوكيات إيجابية حتى يشعر هو بإشي كتير حلو وإني أنا موجود على هاي الحياة فيه إشي بعمله صحيح أنا لما بتقبل حالي وبحب حالي وبشوف شو الأشياء والمواهب والمعتقدات الموجودة عندي بطلع بصير أحب حالي كتير بصير أشتغل بشغف على الإشي اللي أنا بحبه صحيح بس طول ما الإنسان ما حدا عن بقوله ولا هو عارف شو بده ولا عنده أي فكرة عن نفسه أصلا صحيح فإنتي متخيلة فهذا اللي بتنمر كتير في المدارس وهذا المنتشر كتير للأسف صحيح وبصير هو ما عنده ما فيه إشي ينجزه فأنا شو أنجز شو أعمل ما فيه يعني وقته رايح صحيح يا إما على أجهزة أو إما على مواضيع يعني ما إلا هائقية وصارت أماني يعني غايتهم يقلدوا اللاعب الفلاني صحيح اليوتيوبر الفلاني صحيح المغني الفلاني صحيح للأسف الناس اللي ما إلها هدف صحيح صارت قدواتهم هيك فبتسالي شو بدي يكون الطفل فهي يعني صراحة شيء عن جد زي ما قلت أشي بوجه وبحرق القلب احنا بدنا أبناء صالحين مصلحين احنا أمامنا يعني مهمة عظيمة ورسالة عظيمة احنا مش زي أي ناس ولا زي أي شعوب احنا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بدنا ننشر دين رب العالمين وشرعه بدنا ننشر العدالة بدنا ندخل الناس الجنة بدنا نحرر فلسطين بدنا نفتح القدس بدنا ندافع عن خلاقنا بدنا أخلاق الإسلام كمان تظهر صحيح إذا ما ربناهم عليها ما رح تطلع هم موجود عندهم نعم بس هم مو عارفين كيف يطلعوها صحيح شوفي لما الرسول عليه الصلاة والسلام أسيئة له قدي الناس انطفضت وقدي يعني الحرقة والمشاعر فإحنا بدنا هذا الشي يترجم بتربيتنا لأبناء على منهج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طيب أماني إحنا في نهاية لقاءنا بس إحنا في عنا فقرة هي أهم ما تم تداول على وسائل التواصل الاجتماعي هنحكي عنها بوجودك ونقشيها معنا يا أستاذ أماني طيب إحنا عنا قضيتين اليوم كتير نحكى فيهم على الفيس قضية زفاف ابنة عائلة الرجبي مشاهدينا واللي زفتها عائلتها عروس أمام ركام منزلهم في بلدة سلوان شوفوا حجم التحدي والعزيمة والإصرار لما أفراحنا بتطلع من أحزاننا من تحت ركام بيوتنا وبنصر إننا نفرح ونزف ع رائسنا فوق ركام بيوتنا لأنه إحنا عارفين ومتأكدين إنه الحق حيرجع لنا وحنعمر البيوت من تاني وحنجيب إن شاء الله النسل الصالح اللي يحرر ويبني خلينا نشوف زفاف الرجبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حقيقة إني أنا رح أكثر من تلك أهلي من تحت ركام وهي أنا تدعي من تحت ركام رغم عن الإحتلال ورغم أنهم هدموا بيتي أنا تدعي من ركام وفرحتي نشك زي ما هي وهذا تحدي كبيرا لإحتلال ورأسي إنه بنتي تتطلع من بيت مهدوم بس لنهاية إحنا بنحكي للإلتحاء لإحتلال عنده إحنا مبساطيا ضغم الألم وإحنا حسب بعدنا وحسب تحدينا لبلد الإحتلال وسلطة الإحتلال اللي صمموا وقلوا يكون فرحتنا موقوصة ويعكروا علينا الصف وصرحتنا في مناسب الزواج الأختي فإحنا اليوم أصرينا كمان تحدينا لإحتلال إنه إحنا رح نعمل فرحتنا في بيتنا وفي مكان الهدم وإحنا موجودين في مكان الهدم مش هنطلع من أرضنا ولا من بيتنا وإحنا بالنسبة للعالم كمان إنه إحنا ناس منحب الفرح ناس منحب العيشة ومنحب الحياة عكس ما هم يدعون لنا وهم يحبوا الحياة إرادة الحياة والفرح ألف مبارك لابنة عائلة الرجبي العروس أماني شو رأيك بهالمشاهد الجميلة يعني في جانب تروبي خلينا نرجع على الجانب التروبي مربيين على التمسك بحق الملكية هذا ملكي وفوق ما أنا مضطهد وأنا محتل وأنا يعني فيه كلمات استعمالها كتير رحل وإحنا منتحدى إحنا منتحدى وبرغم يعني الأشياء اللي عم بتصير معنا إحنا بدنا نثبت لكل العالم إنه إحنا منفرح وإحنا عايشين حياتنا صحيح يعني هاي تربية ذكية صراحة من الأمهات اللي ربوا أبنائهم على الإرادة والصمود والتحدي والتمسك بحق الملكية نعم يعني عليك طيب إحنا في عنا كمان متداول آخر على تويتر اللي هو هاشتاك كلناربا اللي هي المعلمة أو الموظفة في إحدى المدارس الخاصة التي كانت حامل بالشهر الثامن حين توفاها الله في المدرسة والقصة بتحكي إنه حتى المدرسة ما طلبت لها سيارة إسعاف وإنه السيدة كانت تعمل لأوقات طويلة وعمل مضني وشاق وكان غير مسموح لها يعني وفق ما صرح زوجها إنه تجلس ما كان مسموح لها تجلس هي مرافقة وكانت توصل الأولاد الطلاب بعد الدوام لبيوتهم وتجيبهم من بيوتهم فهالقصة صراحة ضجت فيها وسائل التواصل وأدمت القلوب نتيجة وفاة هذه العاملة والآن طبعا أو المعلمة الآن يتم متابعة الموضوع في المحاكم وعلى مستوى التربية والتعليم والمحكمة أماني شو رأيك؟ يعني كلنا إحنا شتغلنا في مدارس خاصة ويمكن نشوف قديش حجم التعب نعم هو يعني حجم تعب بس ما يكون فيه إنسانية ويكون فيه تقدير فيه مقابل حتى كمان يكون فيه مقابل يعني هاي الأشياء اللي إحنا بلشنا نفقدها يعني نرجع برضو للنقطة اللي حكيناها إنه المؤسسات بطلت يعني بطلت تشتغل على إشي حتى تنمي يعني حس الإنسانية لدى الأفراد صحيح ماكي إدارة إنسانية بطل حدا يحس بي حدا للأسف يعني يعني هو مش مستغرب حدوث هيك قصة صحيح لكن هي مؤسفة ومؤلمة نعم وهي حق يعني ممكن تكون نقطة انطلاق إنه نرجع لنقطة إنه إحنا لازم نربي أبنائنا على التقدير على حس المسئولية على حس الشعور بالآخر على الإنسانية هذه نقاط كتير مهمة إنه إحنا نربي أولادنا فيها بارك الله فيكي أماني يعني هي كمان تتقاضى 140 دينار تخيل للأسف يعني مقابل كل هذا العمل تتقاضى 140 وأنا صراحة معلش اسمحوا لي مشاهدينا وأماني إنه أنا ألوم على زوجها أم عندها خمس أطفال وحامل بالشهر الثاني وتعمل في إحدى المؤسسات براتب 140 كيف تقبل لها ذلك الأصل وحتى لم يشتكي يعني وزارة العمل بتقول إنه ما اشتكى وزارة التربية تقول إنه ما اشتكى يعني هذه الأمن كيف بدهم يعرفوا فيه تخيلي يعني عن جد كيف بدهم يعرفوا حجم المعاناة وكيف بدهم ينصفوها وما دمنا إحنا ساكتين فبالتالي رحمه الله الله يرحمه الله وإن شاء الله أنه يا ربي بعد هالحادثة أنه المؤسسات زي ما حكت أماني ضيفتنا إنه فعلا يكون في عنا إدارة إنسانية نشعر مع الآخر نقدر مجهوده نربي أبنائنا كمان على إنه يشعروا بالآخر وإنهم يقدروا ما يقدم لهم ورحم الله ربا وإن شاء الله إنها ينصفها تنصفها العدالة يا رب وتحقق يعني بعد وفاتها ما لم تحققه في حياتها يا رب يا رب الله يرحمه الله أماني أمين يا رب إحنا شكرين إليك وصراحة يعني هاي الفقرة بالذات حاسها اليوم بنكها مميزة الله يساعدك بحضور أماني أبو علي وهي المشرفة في قسم التطوير وضبط الجودة لمنهاش تفكر مع النوس ومدربة المهارات التربوية والسلوكية والمشرفة في برامج وأنشطة تربوية وتعليمية وقيادية نورتين أماني الله يساعدك ويدون بيتك عامر إن شاء الله ضيفة دائمة على بيتكم عامر بيوت كل المسلمين يا رب العالمين الله بيوت كل يعني كل أسرة موجودة على أرض هذا الوطن وكل أسرة يعني موجودة على على كرة الأرضية آمين بس معلش أبوصل لهم رسالة أبنائكم في كل ابن عندك نقطة تميز عظيمة فاحرصوا إنكم أنتوا تكتشفوها وخلوا أبنائكم يكتشفوها لحتى يشعروا إنه هو موجود على هاي الحياة وفيه إشي حلو بدو يعملوا بهاي الحلقة بهالرسالة الحلوة وبالإشي الحلو اللي بدو يعملوا هو ونعملوا إحنا بتربيتهم نختم حلقتنا لبرنامج من برنامج بيتكم عامر نتمنى مشاهدين تكون اليوم حلقتنا نالت إعجابكم إلا أن نلتقيكم في حلقة قادمة غدا إن شاء الله من برنامج بيتكم عامر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة